تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريدي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع RM4RM في تويتر ويوتيوب ورابط ريال مدريدي الرسمية في العراق حلقة اليوم بعد خسارة ريال مدريدي المفاجئة أمام قادش واللي أنا مبثلكم إياها في اليوم التالي لأنه كان في دير بميلان ومباريات كثير فأضطريت أحضر ريال مدريد قادش بعد نهاية كل المباريات ونصور على أمل إن شاء الله أن نبلحق منتجها ونبثها يوم الأحد طبعا الخسارة مفاجئة ومش متوقعة وأنا ما كنت متوقع يكون فيها دراما وبعض الكلام في هذا اللقاء يعني صراحة بس خلال نبدأ ونتكلم كالعادة نتكلم عن تشكيل تريال مدريد جاءت متوقعة بناء على بيعرفه زيدان يعني اسكو فاسكس بنزيمان أسماء كلها مارسلو خلاص الكل يتعود على زيدان في بعض المباريات بعد جولة دولية قبل لور الأبطال بروح على خيارات معينة متوقعة وحقه الرجل يداور وحقه يبدأ في اللي مرحوش جولة دولية حقه كله بس في شيء أنا هون عندي سؤال بسيط ومالوش علاقة بموقفي أو قناعتي بإنه بنزيمة هو المهاجم الصح للريا مدريد ولا لا مالوش علاقة إنه كل اللعبين بتداور وانت زيدان لهم فترة إلا بنزيمة فسؤاله ما بيتعب ولا هي المسألة إنه ما في حد لازم يأخذ فرصة بداله الله أعلم بس في شيء غلط بحيط فيه بصراحة الموضوحات إنه إنسان وبيتعب ويتقدم بالعمر فمفروض يتداور أكتر زي ما بيتداور غيره أكتر قادش قبل اللقاء كان فريق صعد جديد لعب خمس مباريات فايز تنتين خسران تنتين متعادل واحدة يعني فريق ما نروش تيرموميتر متذبذب جدا ما بتقدر تتوقع منه شيء وفعلا بدأ اللقاء مع ريال مدريدي بشكل وخده بشكل ثاني يعني هو لعب شرط أول أفضل شرط ثاني يعني بسهل كان يهزم لو ريال مدريد لعب كرة قدم حقيا فشوفناها بشرط الأول بضيع أكتر من فرصة وبشرط ثاني بتراجع وبيحاول يحافظ على تقدمه وكأنه هذا تذبذب بموسم حيكون كأنه حتى على مستوى الأشوات ونهاية الموسم لكنه أخذ ثلاث نقاط من فريق ما حاول يلعب بأي لحظة ريال مدريد اللي سدد في كل شرط كرة واحدة بين القوائم يمكن تلقيص خسارته وظروفه ببنط الأقط الموسم لأنه مش بس خسارته لو جاءت تحكي بالمنطق تذكروا مباراة ريال بيتس أخذها الريال هيك الافتتاح كان عادي في أكثر مباراة كان الفريق مش تمام يعني تقريبا من الخمس مباراة واحدة اللي هيها مريحة أما الباقي فكان الفريق أكتر بايد فنتيجة ذلك يعني الفريق بدنا نتكلم عنه بثلاث نقاط اللي صارت مع قادش واللي صارت خلال الموسم مع قادش لما تشوف ردة الفعل بين اللاعبين بعد الهدف الأول تشوف الحماس المطفي اللي نزله فيه أنا ببدأ بالموضوع ببساطة أنه كان في تعالي وفي فعلا وقناعهم قدرين يفوزوا عليه وبسهولة وأعتقد هذه نتيجة القناع اللي هي يقلقها هالة وجود زيدان أنه الرجل اللي بيداور وبيفوز وهذا الكلام وأعتقد القرور بدأ فعلا عن زيدان فبدأ بتشكيل هو عارف أنه لا يملك فعليا السرعة اللازمة عشان يواجه فريق بدافع بدأ بتشكيل خياراته الهجومية محدودة جدا قائمة ربما على مغامرات فردية هون لكن على يمين ما فيه ولعب عارف أنه بنزيمة بدأ الموسم بشكل سيء جدا حتى فبدأ بتشكيل هو على الورقة أشهر من لعبة قادش لأنه لعبة ريام مدرين لكن كأداء في الفترة الأخيرة أنت عارف أنه محمرهم مشاكل أعتقد كان فيه تعالي عند زيدان تعالي عند اللاعبين وعادة اللي بيدخل شايف حاله صعب يرشاه في اللقاء فأنا بنحمل أهم سبب للشي اللي ما شفناهوش لأنه مش فيناش كرة قدر من ريام مدرين وبعدين بلعبوا كرة عرضية على الأمل أنه إن شاء الله ترجع لهم ويجيبوا كل الفريق ما لعب كرة قدرين فبالتالي اللي بخريك تحس هذا البرود المفرد جزء منه أمس تعالي جزء منه هم يفاكن حنم كثير أفضل من قادش هذه النقطة الأولى ربما تكون درس لزيدان وأذكر جيدا لما أجي زيدان ودرب ريامان ريد بعد بناءت يستبكروا همش كاسيميرو حتى خسر الديربي وضع كاسيميرو وأعتقد الموسم الماضي مرق بنفس التجربة مع مايوركا إذا ما خابت خاب ظني وبعديها بكل موسم تقريبا زيدان كان يغلط غلطة كبيرة بعدين يصلح طبعا ما عادة موسم 2017-2018 لأنه ما تصلح في شيء وجهها بدور الأبطال الصحيح لكن في المحلية ما صلى بس كان دائما يتلقى صدمة ياخد قرارات صح يعدل يعدل بشكل الفريق يعدل بأسلوب الفريق مرة تحول لأربعة ثلاثة واحدة اتنين مرة تحول لأربعة ربعة اتنين أكثر مرة كان يمسك يغير شيء ويمشي بالفريق فترة طويلة بالندائج إيجابية فلا حل وعسى بالنسبة للمدريديين تكون هي يوم أمس هي الصدمة والصفعة اللي نزلت زيدان من برجه العاجي اللي بلشنا نشعر فيه جميعنا لأنه الرجل بدأ يعتقد بنفسه أكثر من اللازم ربما إنه انزل لا بدك ترجع تشتغل من أول وجديد الشيء الثاني اللي واضح في رجال المدريد يوم أمس وهذا الموسم الفريق عنده مشكلة هجومية كبيرة مشكلة هجومية مش بيعدد الأهداف عدد الأهداف عنده مشكلة فيها واضحة لكن عنده مشكلة كبيرة بالفرص الفريق معه بيصنع فرص الفريق مبارحة فرصتين في مباراة في بيت استقريبا حتى يعني ثلاث فرص جابت في قواله حتى مش فرصتين يعني واحد يركز بالجزاء وواحد بطريقة تانية فلكن الفريق عنده مشكلة كبيرة في الخطة الهجوم تماما لا بنزيمة ولا جونيور ولا أسنسيو ولا مين ما يلعب الفريق عنده مشكلة ملموسة في معظم المباريات الفريق مش عم بيلعب كفريق مش عم بيربط الظهير مع الجنح بشكل جيد المهاجم مرة بتلقاها مرة بطلع فيه شي غلط في الهجوم فريق هجوميا كثير بعيد عن مستوى الطبيعي ودفاعيا مازال جيد وكورتوا مازال جيد يعني مازال دفاعيا بدافع كويس بغض النظر ممكن تصير حفوان اوان بس مازال كويس لكن هجوميا بهذا الهجوم من هلا لا صاح بالسنة الماضية بصراحة كان الفريق ربما ما حيجيب الدوري لو لما اجت كورونا وضغط المباريات تكون ثلاثة ايام بهذا الشكل صعب جدا تشوف الفريق يكمل بعيد كثير وصعب جدا يكمل باوروبا يعني الا زي ما حكيت الا تكون صفحة امس صحة زيدان اما النقطة الثالثة وهي مجرد اجتهاد لا اكثر وما لما اشوف بعد خسارة ريال مدريد صحفيين معروفين انهم مقربين من ادارة مدريد فجأة ببلشو يتكلموا ويحاجموا وينطقتوا لا تكتيكوا ولا بالحالة بدنية ولا 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 كل هذه الانتقادات وفجأة نشوف صحفيين بلشو يتكلموا عن بديل مثل بوكتينو وانا لما اشوف مدرب بيبدل اربع تبديلات بين الشوطين بشكل مستعجل وكأنه خسران ثلاث سبر بشوط الاول امام فريق هو اصلا دخل كأنه شعر انه بقدر يفوز فدور امامه لما تشوف كل هذا وتشوف حالة الفريق هذا الموسم بالحلقة الاولى او التانية اتكلمت في الموضوع اشعر فيه شيء مش مريح داخل ريال مدريد فيه شيء مش مريح حتى لو هو زيدان احنا نعرف زيدان ما رح يرحل بيومين يعني زيدان ما رح ينقال لو قسر بكرة لكلاسيكو او شيء ما رح ينقال حيكمل هات زيدان لكن اشعر فيه شيء من التوتر اللي فيه ريال مدريد مسألة ما يراه لما طلع صرح راديو فيتش الاشياء دي كلها محتاجة فعلا نوقف عندها اذا ما خبني اذا انا يعني امتعب مدريد بسنين طويلة انا اعتقد فيه شيء وهذا الشيء اما يتم احتوائه بشكل سريع او حنبلش نسمع بتفاصيله هذه ثلاث موقات ربما تسيطر على الوضع في مبارار ريال مدريد ما ايجاش فيها اساسا وفيه لقطتين اخريات اسكو اللي فعلا انا من الناس اللي كنت يعني اتوقع من اسكو اكثر لما شفناه مع ملقة فيه بدايته مع ملريد كنت اتوقع منه شيء اكثر بس يعني قبل ما ابلش بالحلقة وقعد بحاول اتذكر اقول متى اخر فترة ممتازة عاشها اسكو غير موسم 2016-2017 من 2016-2017 فيه فترة ايجا اسكو لعب فيها بشكل ممتاز يعني مباراة من التالي مش مباراة مش هدف والله لا مباراة بس نحكي عن سلسلة مباريات مش عم بقدر اذكر سلسلة مباريات لا اسكو من سنة 2017 ايجابي وقوي انا ما اقدرت فاذا انتم بتذكروا ذكروني في التعليقات بنختم حلقتنا في الموقف اللي صار مع يوفيتش وما يورال اللي طبعا ما يورال طلع صراح قال لك لا والله زيدان ما كانش بديو يوفيتش وبيديو يعني بس انا قلت له انا اللي طالع بدي ألعب اكتر خلي يوفيتش عندك طبعا التصريح في نوع من التقليل من يوفيتش بشكل واضح وشفت كتير تعليقات الناس بيقول لي احكينا شو مشكلة يوفيتش مشكلة يوفيتش كتير بسيطة مشكلة يوفيتش انه ما بيلعب بس يعني ما في مشكلة ما في مشكلة معاه حاليا اللي بيلعب ما بيلعب يعني حتى يوم امس بحفلة التبديلات اربعة بين الشوطين يوفيتش لأ عجان بالاخر العشر دقائق انت في شيء غلط بصير مع يوفيتش انه ما بين حتى فرصة والمهاجم عشان ينسجم بدي يلعب يعني اقليل جدا المهاجمين اللي ما يبلشوا بيسجلوا عشان هيك المهاجمين اللي بسجدوا في يوم ظهورهم دائما خبر بيكونوا بالاعلام بعض المهاجمين بياخدوا مبارتين ثلاثة اربعة بس لازم يلعب مع نفس اللعيبة كمان مع نفس خط الوسط نفس الاجنحة ما بيزبط تنزله مرة مع تشكيل ومرة مع تشكيل تاني وتعد عليه دقائق يعني حيشغل كثير من من انتفالها وفيه يعني مقال شهير جدا اوروبيا قرأته يوما ما وبصراحة يعني عالق بذهني بحال اذكر وين هو بس بحاول يعني عالق بذهني كثير لليوم هذا المقال بيقولك كل الحركات المميزة في كرت القدم والافكار الفردية في كرت القدم جاءت في البلعب مش ايش بالتدريبات فبشان هيك لازم اللاعب يلعب ساعات بقدر ما يتدرب ساعات فدائما التركيز الاولوي لللاعبين اللي بنام يتطوروا لازم يلعبوا ما يدوروا والله على اجمل اكاديمية لازم يدوروا على مكان يلعبهم اكثر في الملعب وهذه هي مشكلة يوبتش مشكلة يوبتش ببساطة انه ما بيلعب هل يصلح ريان مدريد او لا يصلح ما بنعرف ليش لانه ما بيلعب اي سؤال حينسأل انه ما بيلعب واي توقع نعم او لا هو عبارة عن زي رمي القطع هاي النقدية يعني ببساطة لانه اه بوضبط اف لا بوضبطش نفس الشيه لانه ما شفناه ما شفناه بيلعب فترة مستمرة مع لعبين نفسهم هتلقاب ببراه يلعب يمين واسنسي ويسار وفاسكس ومرة بتلعب يمين وجونيور ويسار وابصر مين اه ما بيلعب مرة بيلعبه بخطة ومرة بيلعبه ما بيلعب لما يلعب يمنعكم على فتش مشكلة يفتش الان لو منطق بيقول انه لازم يروح لزيدانه يقوله انت ما ده كان يطلعني بالشتاء خلص اذا هو بده مسيرته وفي ناس بصراحة بيقولك لا انا شو بجابرني عن مسيرتي انا بريال مدريد وانا لعب بريال مدريد ولم اروح على صربيا او على بلدي او اي بلد بروح لها انا لعب بريال مدريد فباستقبلوني لعب بريال مدريد والسلام عليكم بنوصل هناك حلقة سيفي مدريد كنت معكم انا محمد عواد موجود في فيسبوك توتر انستغرام وضروري جدا نتابعوني على سيفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله شكرا